اشتركوا في القناة الناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسستم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحس الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخروا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتمه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقرب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا أم 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 طيب سلام عليكم مساء الخير النازل في اللايف إن شاء الله طيبين كيف حوالكم طمينون عليكم كيف أخباركم إن شاء الله بخير قوات مسلحة في أرجاء السودان سلام عليكم قيادة سلام عليكم مستنفرين مقاومة شعبية كيف الأخبار ان شاء الله تطيبين يا اخو فيه خبر عن استقالة قائد المقاومة الشعبية في نهر النيل الفريق محجوب حسن سعد فيه خلافات بينه وبين الوالد صدرت للإعلام قبل يومين وخلافات فيه مثلت تتبيع المقاومة تسليحها قوانين صدرت المهمة ادربيها في الولاية واحنا من المشهد العام بس بناخد انه بتحصل صراعات طبعا ادارية وصراعات الان بين بين الحكومة ممثلة في مستوياتها يعني الدولة هي محكومة بين موظفين رئيس نواب مجلس سيادة وله قادة بتاع الشرطة في ماركة الكرام حصل تلاحم يعني ذابت الوظيفة بين الناس يعني ممكن ادارة اهلية يجيب سلح ممكن مواطن عادي يجيب تموين وتشويل للقوات المسلحة ممكن مواطنة تعالج في مستشفيات القوات المسلحة وتدار الولايات والقرى والمدن بالضباط الاداريين بالولا بقادة المقاومة الشعبية وبقادة المستنفرين ودير كلهم متطوعين يعني فبيحصل اكيد هيحصل تصادم في القرارات يعني لانه ده الموظف بتاع الدولة في النهاية عنده رئيس موظف الدولة اذا كان والي اذا كان اه اه معتمد اذا كان وحدة ادارية ففي عنده رئيس وبمشي بغوانين مكتبية يعني غوانين ملزمة غوانين ما بيقدر يتجاوزها فهي في النهاية بتكون شكل المظهر بتاع الادارة الحكم وفرض السيادة حق الدولة اه في ناس عندهم اه سلطة شعبية يعني مثلا الفريق حسن سعد عنده قوة مستنفرية معسكرات ماسكة عنده قوة وعنده ادارة اه ادارات اهلية موالية ليه يعني هي توازي السلطة بتاعت الوالي اه الحاجة دي بنشوفها في ولايات كتير التصادم ده احنا بالنسبة لنا دليل خير وعافية اول حاجة يعني ان احنا نتصادم اه مع الدولة ذاتها ونتصادم مع الادارة ونتصادم مع الولاء احنا احنا بنشوفها دليل خير وعافية اول حاجة اول بل اول ان احنا والله نجي نقول للوالي اخي غرارك ده ما بيمشي فينه واذا اصر يمشي الغرار انا والله المنصب ده بخليه لانه بالطريقة دي ما بقدر اه اقوم بيمهامي ودي الحاجة اللي عملها السيد الفريق اه محجوب حسن سعد في الصعيد الشخصي بالنسبة ليه انا انا قاعد اشوف قامات تتساقط وقاعد يعني يعني احتزازي بنفسي بيزيد وقاعد اتجاوز مراحل الرجال اللي بنعتقد انه الرجال قاعدين يتساقطوا فيها يعني احنا بداية في المعركة دي امننا في ناس كان معتغلون الدعم السريع قادة يعني الصادق السيد مثال يعني صادق السيد شفنا له فيديو طلع من معتغلات الدعم السريع وقادة اخرين وفي النهاية انسحب من المشهد العام عنده خلاف مع البرهان عنده خلاف مع سراطة عنده خلاف مع كباشي عنده خلاف مع الجيش نفسه في النهاية انسحب من المشهد لكن احنا قاعدين يعني اول من طلع الصادق السيد دي كان في شهري اربع احنا مؤملين صادق السيد دي انا كنت بتكلم عنه من 2019 من فضل الاعتصام الزول ده الدعم السريع ورطوا في عملية فضل الاعتصام وجيبنا الفيديوهات وجيبنا الصور وانه كان واقف في جامعة السودان ورفض يتدخل وساق غواته وده جاحم اتقام لبسه في القضية دي رغم انه احنا عندنا الفيديوهات اللي انتو شفتوها بتاعت عثمان عمليات وعبدالرحيم دلقوا هم الاشرف على عملية فضل الاعتصام دي ما في اثنين ثلاثة لكن يتساقط الرجال لانه في خلافات بينهم وبين البرهان في خلافات بينهم وبين الكباشي في خلافات بينهم وبين رئيس هيت الاركان طلع دبابيرك دي وشي الكلاش اخليك جندي في الميدان لانه حوجتك وخبرتك حوجتنا لخبرتك وادارتك واستفافك ده 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 حاجة في المعركة بنشوف رجال كتار بنسحبه والله ما شاين اتكلمنا مع البرهان ما اسم علينا والله البلد دي كده حتضيع والبقيف في يامنو لكن البقيف في يامنو قاعدين نجيف احنا شوفنا كتار تساقط شوفنا اعلاميين وفنانين في مستوى الميديا دي واقفين معانا في الشهور الاولى والله جيش كون جيش الهن وجيش كون جيش المنا يومين اللي اختلفت فيها انت معاويا محجوب الحاجة دي اكيد في مصلحة المواطن دي ما فات اتنين ثلاثة لانه انت كنت الان بالصادم في الولاية وبالصادم في البرهان وبالصادم في الجيش عشان حاجة في مصلحة الولاية انا متأكد واقسم عليها لكن في النهاية لما نوصلنا حتة بيتفاهم معاك اخذتك العزة بالاسم والعزة بالنفس كويس وانك كنت زول فريق وكنت مدير الشرطة وكنت بترد للبشير وكنت بترد لعبد الرحيم محمد حسين ويجي واحد والي زي ده ما يسوى حاجة يتكلم معاك بتكون جد احتلال ورق ومشات بيتكم ودال بيجي فيهم منو دال البيجي فيهم منو دال البيجي فيهم منو انا دار افهم هل حينجز المعرك دي لحد النهاية منو هل حيصمد لحد النهاية منو كل يحنا بنشوف رجال كتار يتساقط والله احتزازنا بنروح بزيد ان احنا واقفين نواجه في المؤامرة دي ونواجه في المؤامرة الخارجية نواجه في مخابرات السعودية وفي مخابرات الامارات نواجه في اعلام وفي تضليل نواجه في الميدان نقف في الميدان احنا الدعام يا سيد محجوب كانوا لما يطلعوا في اجساد شهداء القوات المسلحة بسجلوا فيدي بقول لي يا صرف عين جيشك احنا مرينا باختبارات وتجارب ما مر باه راجل راجل والصاح بدعمل اصره ما في اثنين ثلاثة والله مهما مهما عملته ولسه انا حالف بالله والله وقاسما بالله العظيم حتى الان من امكانياتي معاكم في المعركة دي واحد في المية انا ما وصلت واحد في المية ذاته ما وصلت لسه هنعمل اكتر من كده بتواجهنا مشاكل بنحلها المشكلة اللي انت اختلفت معاه في الوالدة لازم تكون انتصار الشعب ما في اثنين ثلاثة انا طبعا من خلال الموقع الحتة اللي انا فيها دي حاضر بسمع كلام كتير في ناس بيجي بقول لي اسي انا واقف متضامن مع محجوب محسن سعد ما متضامن معه لانه والله بعرفه او هو ما بقدر اشهد بحاجة انا ما بعرفه ما بعرفه تمام لكن في الموقف ده هو مختلف مع موظف حكومة شعاراتي كانت واضحة انا بقيف مع المواطن ضد الموظف بتاع الحكومة حتى لو الموظف كان صح انتفقنا وانا بقيف مع المواطن ضد الجياش حتى لو الجياش كان صح وانا بقيف مع الجياش ضد القيادة حتى لو القيادة كانت صح احنا بنقيف مع الضعيف اصلا انتهى الموضوع بنقيف مع المظلوم بنقيف مع المكلوم بنقيف مع الزهور اللي ما عنده في يده سلاحة احنا معاو بسم الله الرحمن الرحيم من خلال التجربة بتاعتي اكتشفت انه لازم اسمع الطرف التاني. لازم اسمع الطرف التاني. حيكون الرواية مختلفة جدا من الوالي. الوالي حيكون عنده كلام مختلف وحيكون فيه منطق طبعا. لكن انا ما حسمعه. نعم ما حسمعه. وكتير حسع دي في المعارك دي في حاجات كتيرة انا ما بسمع رأي الجيش. بيجي بقول لي والله يا اخي في معلومات وصلتها غلط ما ده نسمعه. ما حسمعه. انت ما مشجب المويل ايه بس ده كلامي. لانه احنا عندنا ولانه احنا الطيران. والطيران ده صرفه. انت ما شايفه الخريف والمطر ممكن. واثر الجو. ماذا ده نسمعه الكلام. وكلام منطقي. انا ما حسمعه. بولا احد فاهم في الموضوع ده. انا مع المقاومة الشعبية في نهر النيل. الوالي معناها اتخذ غرارات ضدها. انا مع المواطن. انا مع المستنفر. انا مع المقاومة. انا مع رئيس المقاومة. ولا ده نسمعه الطرف التالي. عشان نكون واضحين وكون في عدالة في في الطرح يعني. منحاز لانه والله يا اخي المقاومة ومنحاز لانه المواطن وكده يتبت اثر على سير العدالة والاجرات. لا لا معليش اول حاجة. انا شائلة اصلا مع الوالي. اساسا بسم الله الرحمن الرحيم كده نفتح الموضوع. انا شائلة مع الوالي. وشائلة مع غايد المنطقة. وشائلة مع مدير الجهاز. وشائلة مع بتاع الاستخبارات. وشائلة مع بانجة بتاع ابو حمد. انتم مرتق بين اخطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. المقاومة الشعبية والاستنفار قام في نهر النيل معالجة للقصور واخطاء ادارة الدولة والقوات المسلحة. نقطة عربية انتهى. مواسسا احنا عملنا المستنفار في نهر النيل. وعملنا المقاومة الشعبية لانه الجيش عنده قصور وعنده اخطاء. بين البداية كده. ولانه احنا والله عاملين ارتكازات بتاع المستنفرين. لانه الدولة ما عندها ارتكازات. وجهاز الامن ما قايم بيشغله. والمخابرات ما قايمة بشغله. والوالي شغال جبايات وشغال يلملم في القروش. اي كلام تتقال في الحكومة صح. ايوة ما صح ما صح شنو? من الاول دليلكم شنو? الدعم السريع الجاعد فيه مصفى الجيلة. فيه تحركات حسي وفيه تحركات مبارح. المصفى ده لو ما استلمت في يدي انا كمواطن انا ما حتمين طبعا. اصلا اي كلام تتقبلوا الحكومة. واي كلام يتقال للبرهان يتقبلوا. يتقال للوالي يتقبلوا. ما عندكم سكة. قصور واضح لا 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 يختلفوا اتنين. الدعم السريع جاعد حتى الان احنا خططنا عديناها كوات مسلحة وشعب ومستنفرين. رمضان ده احنا كنا حنفطر يوم خمستاشر رمضان جو المصفى. ده كلام الجيش ذاته. شفنا العربات الميتين وخمسين تات شهر. شفنا العربات الواقفة في المعاقل. شفنا العربات المتحركة. مفروض يوم خمستاشر. رمضان احنا نكون جوه. يعني فيين شهري اربع الفات ده احنا نكون جوه المصفى. التأخير والقصور وصل لانه الدعم السريع يكون قاعد ليجوا حجر العسل عامل ارتكازات. بينه وبين الحامية بتاعت الحمدان ده تلاتة كيلو نو سبعة كيلو نص ستاجر دقيقة قلق بالشوارع الزحمة. انت ما عندك ما هتتكلم معي انت. ما في زل في الدولة يتكلم معي. ما هتكلم معي يا ظل. ما هو ده القصور واضح. عرفني انه في ولايات مستهدفة بالمسيرات. حصل ولا ما حصل? حصل. الوالي طلع الاند كروزر الراكبو دي بيعو يمشي اشتري جهاز بتاع التشويش. دي ده رلاذة رزعصر. ليه احنا عقودنا بتجيب في الحلول? ما في زل بقدر حيل. انت راكب الاند كروزر الفين اربعة وعشرين تلاتة وعشرين. وراك عربية بتاعت حراسة ده بجيب جهاز تشويش ولا ما بيجيبه. هس لم لم القروش ده انا بيجيبه لك حسيني. انا تاني شندي دي كل يوم مستهدفة بمسيرة. الموضوع ده احنا والله ياخد دفاعات الارضية ده عملت معه. ليه تدعمل مع الدفاعات الارضية? ليه ما تبيع الاند كروزر اشتري جه هستشويش? ليه يعني? اخوانا صعبة دي? نزل المدير مكتبك من العربيتين اللي عنده سوق واحدة. سوق واحدة مظللة وفيها حراسة. خلاص انتهى الموضوع. ما العربية ما اباها ويركموا فيها خمسة انفار الاند كروزر ولا ليكزس ولا بتاع. دارين جهاز بتاع تشويش فيه شندي. دارين جهاز تشويش فيه عطبرة. دا دا ارلو تفكير هناك. حجة سلام عليكم كيو اخبار ان شاء الله خير. صار فيتعامل فيها طبعا اي زول. اي تاشفت زول وانت ربا وكرك. صح. انا عامل كده وانا فعلا كده. ده موضوع معها غلط فيه. انا بسأل يعني حسن لو اجتماعات الامنية بتاعت الولاية. مش بيقعدوا من الصباح بيعملوا اجتماع امني. اي. مش بيجيبوا ليهم تلاتة وجبات في محلهم لانه الرجال مجتمعين. عشان اصلوا لي رؤية امنية حاضر مقرراتهم في النهاية شنو. كل يوم تاني كل يوم داخل طيارة مسيرة من الجيلي مشها شندي تضربها. الموضوع ده ده هر له جهاز بتاع تشويش. بس بيعمل كده بقطع الشبكة بترمي الطيارة. عملته الحاجة دي. لا ليه? ما انا اسألك ليه? ليه ما فكرت فيها? بتخطوا الحلول الامنية بتكتبوها في الورقة بتصدقوها بترفعها لحد دي بس لحد ما تصل البرهان غاية القوات المسلحة. البرهان يجيين ينزل في شندي يقول لك اتمنيت على الاوضاع في شندي وتأمنيت على الاوضاع في نهر النيل وتتمنيت على الاوضاع في في جري. طيب انت بشوف الحاجة دي. التغرير اللي بترفع بيكون مكتوفه شنو الحلول. القضارف كم مرة استهدفوها مسيرات? هس اليوم داك القضارف لما انعملوا النفرة حقتهم في الاسبوع الفات والناس كانوا بلمومة بيدفعوا في القروز عشان يدعموا القوات المسلحة. جات مسيرتين ضربتهم في الاجتماع حقهم. والرجال واصلوا في الاجتماع. يوم الطبيبة دي تبرعت بلدها بحقها. جات مسيرة ضربتهم قضارف. القضارف الفياء الصوامع. القضارف الفية تجارة الغلة. القضارف الفية الزراعة المروية. والزراعة المطرية. الزقل بيكون عنده خمسة الف فدان. بمشي بشتف فيها زرا ولا شتف فيها جمح ولا سمسم. وثلاثة شهور بيكون عندك خمسة الف فدان. خمسة الف فدان تمشي فيها كده ثلاثة يوم ما تحصلها. زراعة اسمها مطرية تخطها في الواطع تشتد فيها السمسن الله بنزل المطرة ثلاثة شربات قامت بتحصدها مرطب ولا مدخلات تنتاج ولا اي حاجة غالبكم تشتروا اجهزة بتاع التشويش تعمينوا بقى الولاية بتقعدينتوا كحكام ولجنة امنية واستخبارات المقترحات اللي بتقدموها شنو انا ده رفهموا سلام عليكم احنا شغالين ارتكازات وين ارتكازاتك في القضارف بتكلم فيها كل يوم وين ارتكازات القضارف ارتكازات في القضارف بيشكلين التجار في الجمارك فيشنو في الجمارك قالوا والله بيطلعوا الحاويات دي بتطلع في الجمارك بتتجمرك الحاويات بيصهروا ليهم ارتكازات بتاعت مستنفرين تمام بيعملوا شنو والله بيسألوا السواق بتاع الشاحنة بيقول له ودينا ورقة ومختم ومصدق من باب الجمارك طالع قدامك الشرطة ماسك الموضوع وتأكدت الحاوية دي اخوانا ما بتيتفتحين له الحتة الماشاها لانه ممكن السواق يجيب في شارع اسرية ففي حاجة اسمها الختم الحاوية دي في الطبلة حقتها فيه ختم الختم ده بقطعوه ناس الجمارك في الحتة التانية اللي انت ماشية قبل ما تسلمه لسيد الحاوية لانه ممكن في الشارع زول يبيعها الحاجة صح فعرف قانوني انه الحاوية دي طلعت من الجمارك تانا ما تتفتح فيها دبابة حق الدعم سريع ما بتقدر تفتحها الا الجهة الماشية لها عندك اي ملاحظة عليها السواق ما عنده بها علاقة النقاط ارتكازات المستنفرين في القضارف واحد من الارتكازات واقفة قدام الجمارك بيعملوا واحد اتنين في ختم بتاع الاستخبارات بتطلع الشاحنات دي من الجمارك بيختم الاستخبارات مكتب الاستخبارات ده بدون سبب في رسوم بتتدفي عليهم الزول جمرك عربية ни حقاته البلد ما عارفين فيها شنو عندهم تصديق بخمسمائة مليون بيكون في الحاوية ولا بخمسمائة الف. تمام? بنتظروك برا يلا يختموا لك. الختم ده ما بيختموا لك. من الدوام بتاعهم بانتهي الساعة اتنين ونصف. ناس الجمارك عشان يخلصوا الحاويات المكدسة كل يوم بشتغلوا الشاحنات بشتغلوا المخلصين بشتغلوا لحد الساعة ستة ميسا وقت الحزر. بتاع الاستخبارات ده الساعة اتنين ونصف بيكفي للمكتب. هس يمشي يشوفوا المكدسات جو الحوج بتاع القطار في كم حاوية. اكتر من خمسين. لانه حضرته قفل الباب. ليه ناس الجمارك وناس المخلصين شغالين سريع ليه? لا اغدر الله الدعم سريع خش القطار في ما يلقى الحاويات دي. لانه اول من خش مدني مش محل الحاويات. لانه اول من خش سوبة مش محل الحاويات. فهم عندهم نشاط. ناس الجمارك والشرطة انه الحاويات دي تخلصوا منها مدبيت حاجة في القطار في عشان الدعامة مش يلوها. هي كلها فيها ادوية فيها مغزيات على طفال فيها اكل فيها الرز فيها مكارونا دار انها تتخارج. اجي ضابط بتاع الاستخبارات عشان اسرق. الاستخبارات تسرق. عامل اللي هنختم. الساعة اثنين ونصو يقول لك قفلنا. الحاويات اس الجمارك بتاعت هالقطار فالبايتين فيها الشاحنات بايتين بايتين خمسين خمسين حاوية. عشان الدعامة لما ان يخشوا يشيلوها. انت حرام اول حاجة. هي الصدقت انتهت. انت مالك ومالك اخد تصديق الاستخبارات. فتحت شفت مقاعد معهم جوه انت. ما تمشي تقعد مع ناس الجمارك تفتيشها جوه. الحاويات يجي برا يقول له اولا تدفع القرش. هو ما عمل في اي حاجة. لا فتشها لا شعفها لا بقدر يشوفها اصلا. بعد ما تعدي من الاستخبارات بيلاقيه المستنفرين. مستنفر بيسأله. الشارع كله مقدس حاويات لان المستنفر الورق ما شيد الرشاحناة ما دار يفتح له. يفتح لك كيف يا مستنفر. يا مستنفر انت ما تفتش الحاجة المفتشة. ما تحمل حاجة المحمية. ده ما شغلك. ما شغلك. ما لكم二 حاويه الم Legdamnحة من الجمارك. في بتاع الشرطة وفي بتاع مكافحة وفي بتاع تهريب. في بتاع استخبارات. في بتاع الجيش في بتاع أمشي احمل حتة المامحمية. هس يناس القدارف سلام عليكم عندكم ارتكازات داخلية ولا ما عندكم ما عندكم طبعا ما عندكم احنا نقعد اليوم كله احنا نشوف القصور لانه في دولة في مرتبات واحد يقول لك ده دكتور وده عنده والله اخي دكتورال استراتيجية وده عنده والله ادارة المدن ادارة المعارك خلل خلل بسيط زي ده مكدس الحاويات الدعام حيطنع في 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 القدارف انت انت بتسبب في في خطأ بسيط استراتية اتنين المستنفر انت ما عندك شغلة بانك تفتش المفتش لجيت حاجة طالعة من مؤسسة بتاعت حكومة ما توقف الشوفة امشي فتش في الحتة التانية حاجة ما ما امشي حاجة محمية ما تمشي تحمية دي ما شغلتك مستنفرين القدارف اعمل ارتكازات في السوق العربية الداخل المارقة ده شغلك الليلة بتجيفه في السوق الشعبي تلاتين اربعين دفار فيه الناس ما معروفين هون شنو زاتو بيطلعوا بينزلوا عادي خلل امني زي ده ده شغلك معلومة زي ده شغلك تجيفه ارتكازاتكم تكون سابتة داخل الاسواق كل يوم تتغير فيها خدمة اعملتوا اليوم ده طواف صغيرون كده يا اخي الشارع اللي بتطلعوا الناس في القدارف المكسر اللي حسكن فيه اردمية ده الشارع ده شارع سفري بالمناسبة ما فيه ولا ارتكاز واحد اول مبارح جزء او مبارح زهر فيه ارتكاز تاتير فيه ماسورة ما فيها دوشكا الراكب فوق عنده كلاش واثنين تحت في الواطن بيوقفوا العربات واحد فيهم بسل عنده كلاش واثنين قدام ما عندهم كلاشات شارع سفري وفيه بصات فيه عربات داخل من القدارف طالع من القدارف استهتاركم استهوانكم ده ده الاستسلام ذاتو الموجهات اللي بتعمل الولاية لتأمين الولاية هي شنو لكن يجو يقول لك في النهاية والله يا اخي سقطت والدولة ما قايمة بشغلو والجيش ما قايم بشغلو وعشمتونا وسويتونا اخوانا الحرب دي طاحونة عبارة عن تروس متحركة تروس متحركة كل يوم بتاكل ما في طريقة نوقفة في الميدان الا به تروس زيها يعني انت انا سألت سؤال استراتيجي المرة الفاتت كيف يحافظ الدعم السريع على مناطق احتلاها مفروض يكون فرد عسكري على المسألة دي يعني كيف الدعم السريع يحافظ على مدني ويجي يهاجم سجة سنجة انا ده اعرف فهم دي تماما كيف المدرسة الشغال بقى الدعم السريع في الحتة دي شنو ياجش يعني احنا عندنا مناطق مسيطرين على احنا عندنا مناطق مسيطرين على نسبة السيطرة والتأمين والتهديد قدر شنو نسبة السيطرة والتأمين والتهديد حق الدعم السريع شنو هس الدعام دي يجي داخل لحد دي شندي يقول لك قبط نخلية فيها تلتمية وستين دعامي خشة شندي دي كيف الشجاعة الخشة بقى شندي دي كيف يعني الزول مشي للمجهول مشي للعدو بتاعه في ارضه ليه احنا في خلال السبع شهور دي ما شفناكم عملته الحاجة دي في مدني يعني ليه ما قاعدين نشوف خلايا بتاعت قوات مسلحة تجي نازلة الدعامة يقول لك والله قبطنا خلية بتاع الجيش واستخبارات 13 قبطنا من الفلولة 14 ليه ما بتعملوا زيهم يعني ليه العملية الانتحارية اللي بيعمل الدعام ده حسي يمشي هو يفدي الدعم السريع ويخش لحد شندي معقل العدو ويخش لحد حجر العسل معقل العدو ويخش لحد برسودان معقل العدو الحاجة دي بيعملوه كيف يعني هو مش بس كمان محافظ على مدني هو كمان بيسجد في برسودان والتسجيد بتاع برسودان ما عملية بتاعت ونسب النسبة لهن هي ما عملية بتاعت انه 60 تاعت شريك يغزو برسودان هي عملية منظمة مرتبة بتتم خلال اجراءات فترة زمنية انه احنا عدد الخلية النامية يصل 30 الف عدد المساجين يصل 12 الف عدد المتعاونين يصل 15 الف نوع السلاحة اللي يدخل كل واحد السلح المخازن الاندات حالة الصمود القوات المسلحة ستة ساعات وما قاعد تحصل طبعا في مدينة طيب المرحلة دي ده كله تخطيط وتكتيك انا في السبعة تمانية شهور بالنسبة للعادل دي احنا كان تكتيكنا اشنو مكشوف وواضح احنا تكتيكنا مكشوف وواضح وما قاعد اقدي ليه نتيجة وما قاعد اقدي ليه نتيجة يعني انا حاسي بيبشرون انا سجيش حشوف جبل مواء حشوف السينجو حشوف الدين دينبر حي انا ده رفهم يعني مسلا ناخد نموزج الديندر غسانة كنت في الترباس طبعا جماعة ده ما بخلوقت اسمعني الليل اكونوا مفروض نستضيف الشكري لكن ما خشنت عارفوا ناعم ولا شو يا غسانة نازل خشوا الديندر الجيش مرق انسحب منا خلاهم خشوا جاكا مليهم تانيهم فجغ ميتينهم بعد شوية قاموا جا فجغوا الجيش الجيش انسحب تاني جاهم تاني ساعة خمسة صباحا شغالين معهم كده مع انوياتنا في السماء احنا الامور واضحة احنا بينقاتل دارين استردد الديندر تجيك البشريات يقول لك فيه امداد جاي من كراري فيه امداد جاي من اه الخرطوم فيه امداد جاي من بورسودان والفاو ماشينا الديندر ليه تعملوا ليه تعملوا لي الجيش امداد ما القوة الموجودة دي بتحسن الموضوع هلا تنتظروا حس الامداد وصل سنار احصل سنار طبعا هياخدوا الحقنة بتاعت الشنو بتاعت الانسحاب في حاجة انت بتاع انا ما عارف ليه دي ما قادر استوعبها يا غسان سكران داك بيقول لك طبعا صرف دا عشان بيجيب اسم غسان عشان كده بضوه احنا جاينا اكل عيش وجاينا قيف جنب الحيطة ما انتظر سكران ساعت اقيف جنب الحيطة دي الناس مقاتلين غسان مقاتل اه شكري مقاتل انا مقاتل اتما هسول انك رسال سعودين عشان كيما شغال بك نوعك دا عندهم زي عشرة مليون هم دارين الرجال اللي بيوزنوا القصة فانت ما بيشتغلوا بك عارفين الجهتاكو العيشو تتراقص يا اهبل يا سكران فيا يا غسان الناس زي مرقوا من الدندر كانوا محاصرين الدندر ومحاصرين السنجة كل دقيقة احنا نقول للناس بوشرايات استرداد سنجة بوشرايات استرداد سنجة قالوا لا الجيش هيعمل انداد قلنا خير وعديلة وزين مرق عمك الكاهن اللبيب ذاته سيد الحواشة اللبيب اوكر الروك امن امن ذاته الجين ذاته ساق القوة هو قطع الشارق قلنا خلاص حاصرنا الناس وقطعنا اللون والخريف شغال معانا زهر لينا كيكل ارقص في الشارق ركصة البجعة شفت هو عامل كده دودة بس وقالوا يوم الجمع عنده عرس لكن بالله فيه صرصر كده اي صرصر تاني بالنسبة للطيران تكون مستهدفة راك فراك كيكل تتبلى بس مشو سنجة حاصرين سنجة في الساعات القادمة بس دعواتكم كتروا الدعوات انا منك جيش يقول لي كتروا دعواتكم طوالي بطني بالطوم طوالي بس يقول لك اسمع الدعوات بس ساعات ان شاء الله حنرفع لكم تماما والله العظيم مشو خلوا ام سنجة وخلوا الدندر مشو قاعدوا في امرخم علاقة امرخم بالميتين الحاصر في سنجة شنو انا ما قادر افهم انا ما فاهم يقول لك تعليمات تعليمات شو انت في الميدان بتردح للبرهان مالك رادي له مالك اضرب ليك الواحد واحد تضرب له مرته مرته الله يسمعي احنا واسفين اللي عملي اهو دقيقة يا عوض اي جرليل 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 دبشي كده شوية هاي معك منو علاوية ولدت بتين اهي عليك الله بس اهي اهي خطي علي اهي بس كده موزونة اهي احنا بس في محرك هاي برج عليك يا برج عليك يا بيبي بس نكتل العدو ده لا خلاص برج عليك اهي الله خير اهي الله يبارك فيك لا بيجي بليك الطقيب اه لا خلاص اكفر الخط تضرب له تاني يا ربي دي استجاد ولا شنو تلاتة يوم ما دار ارد علي اول من اضرب ليون البرهان ببرهان بمسكل كده بس ان بس بيقول ان ان جاء اكا فاسق بنبا بس ان ساي ما بيسمعه انسحاب انسحاب اهي قال انسحاب اهي ارجع القوة كلها ارجع 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 اي انسحاب يا اخي هو دار اقول ليه اه ممكن دار اقول ليه ولا كلمة ديك ولا شنو بل ان بس ان لا لا دار انسحب اخي ضارب غلط هالزور ده ماذا بمالبرهان لا لا دار انسحب رديت ليه انا اهي سمحت ياهو زاده ياهو ياهو قال انسحبه احنا يا اخي ما جوه وريني وريني منطقني يعني اقول ليه الحادي بيتين كيف بيتين كيف اعمش ارجع سينيا دي ورجع الدندر واحرسوها في عقيدة هنا في الموضوع ده في خلل حاصل لازم احنا نلقى له حل احنا لازم نلقى البخل الجيش يعني حس يا اسي جيش زنار ده بالنسبة ليه يتقدم تماما كيف لانه صد الهجوم بتاع الدعم السريع اول من تشوف دم الدعام ده اتا بتجيك القوة الحقيقية اللي هي انك اتا بتقدر ترد العدو الحادي انت ما ما جربته اتا بتسمع الدعم السريع وبيجو راجعين وبيجو بسوه وبيجو معارف كسافة نيرانية ما حصل مرة لاقيتهم لكن لما انت لاقين وتنتصر عليهم خلاص زي العقيدة الحسي راقبة في مدرمان دي الناس في مدرمان دي ما بيمشوا بانتظروا العدو يهجوم عليهم في الواحة ولا بانتظروا العدو يهجوم عليهم في الفتيحاب ولا بانتظروا العدو يهجوم عليهم في مبادات لا لا جيشنا متحرك بفتش العدو ما بنتظرهم العقيدة دي جات في مدرمان ليه لانه احنا صدينا للعدو لانه احنا خضنا معاهم معركة لانه ادعلمنا العدو طريقته بيتعامل بها كيف احنا مدعلمنا المعارك دي في مدرمان لما نحكو لكم عن 500 معركة في مدرمان نتيجاتها كانت شنو انه احنا بيدينا نعرفه العدو ده بفكر كيف بفكر واحد اثنين ثلاثة حناخد تلوي العلاج واحد اثنين ثلاثة لكن انه احنا بس اول قال ان طوال انسحاب قال انسحاب يا اخي البرهام ما تم قال انسحاب يا ها صرفة يا اخي قال انسحاب والله يرحظ ما قال ان معناه انسحاب انسحبو يا حبيبنا ما تم التلفون داري بغلط داري بغلط الزلداء لا 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 بس قال ان مرجنا من سنجا لا لا سمع الموضوع ده بترتب الكلام ده له اسبوعين يا حبيبنا غسان النازل موضوع بتاع سنجا وسنار ده انا كنت بتكلم عنك يا غسام والشكري في بداية الاحتقال حقكم بعدين لما اندخل موضوع سنجة وسنار فقلت يا اخي ان شاء الله نستردهم هدية ليكم ان شاء الله يرجعوا وانا كنت مقاتل في الموضوع ده ما بتفاهم والله ما بتفاهم ومؤمل وواسق في الله عز وجل احنا كل يوم والله الجيش يتقدم حتة ليه ما تتقدم حتة امره قمشوا لان حديل في سنجة بس انا ده لبفهم امشوا للدعامة ده في سنجة عديل يا اخوان احنا منطقة بديلة احنا الحتات الممكن تأوي الناس يا جيش يا برهان انا ورك المسئولية يا جيشار المسئولية اللي عليكم كبيرة لو شفت الفيديو بتاع المرل في صفارة سودانية في مصر والناس في ازدحام والمنظر حاجة بطالة حاضر الناس طلعوا فيها وجروا المرة دي واقفة لا عندها ولي ولا عندها زول يدعمها ولا عندها زول يخفف عنها انها ما يتمشي الصفارة اصلا لا ولد لا 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 كل الحاجة دي كل الناس بيظروفة فهي لو شفت المنظر دي انت قسما برب الكعبة وجلال الله وعزة المعبود لو شفتوه بقلوب كون الصافية والله ما تجيفه الا في قصر كاكة قسما بالله العظيم يعني المرأة دي الظروف كلها ضدها مرأة ما معززة ولا مكرمة وجات واحد من المباني اللي هي مفروض تمثل دولتها بتلقى الناس واقفة معاونا اطفال والمواقفين في المحل اللي بتدفوه البطاغة داك وبعدين يمشي العباسية المصرين يقول لهنا اللقامة ما مجددة وتعمل اجراءة اللقامة ستة شهور ما يرسلوا لك وردها وتكون معرض للترحيل ومعرض للاعتقال ومعرض لكل الظروف دي انت لو شفتو الحاجة دي كل يوم بتخفف عننا بترجع علينا حتى نرجع فيها ما ينفعل بتعمل فيه دا كله ما بينفعل انا دارك ترجع حتى الناس ترجع دالب انتصار اللي انا بعرفه هاجاش والله يخوضنا معاونا ونصرهم من الله وفتحهم غريب ويستلبنا منهم حاجات حية ما دار حاجة حية انا انا دار بيت المواطن دارجع بس يازل الضغط اللي احنا عايشين فيه الان هس الجبريل كل اللي بيعمل فيه شنه جبريل بضيقة على الناس هس سعدي الليلة في كسلة اتجعلو من تسعة مليون بيقى باثناشر مليون تفكيرك انت يا عسكير المواطن ده حاجيبه القروش دي من وين حاجيبه من بره حلو فرج السعر ده الضغط اللي بيرسل له ده حاجيبه من وين الضغط عنده القدرة يكون شغال بألفين ريال بيكسيمة معاهله والألف بيكون عايش بها سرير في قوضة مش رفاهية ده حيزيد القروش دي جزيدة كيف لانه جبريل عنده فرجة بتاعت وضع مال اقتصادي ماذا دري سده جبريل عنده قوات بدل مش يحرر لينا الخرطوم بحري الرجع الناس لا هو تفكيرون الحرب دي بتنتده والحرب دي والله يا اخواننا هي اقتصاديا مؤسرة وحنجيب ليكم موارد من وين كلامك ده يقوله ليه موظفي الوزارة المالية ما يقوله ليه جبريل عند القوة ولا ما عند القوة يا جبريل اي انا افضل لي هنا ادمر باقي اقتصادي واززيد السوء الوضع سوء ولا ارجع بحري اسهل لي ياتا لو في حمار فيهم بيفهم الاسهل ياتا انه احنا كل يوم نمشي نبتدع ضرائب ونبتدع هس الكلام الطالع بتاع وزير الاعلام ده في ضرائب وفي جمارك جديدة وفي ضغط على المواطن حيحصل ده بحل امنية غسان عبد الماجد كلام ده لغسان عبد الماجد والرفق شفناكم في مبدى الليلة وشفناكم في الفتيحاب الله واكبر بشريات قولوا للناس عالوا الراجعين ما بنقدر بعد ده ما حنقدر يعني فعليا الصبر ده ده انا بصبر في زول كبير ما بصبر الزول الكبير ده يتقالوا ما بصبر جرسته في شنو جرسته ده 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 بتاع كانسر يعني انت هو زول قاعد في السخانة وقاطع منه الكهرباء وما مفكر ترجعه ولا بتقول له هالكلام ولا بتديو حلول وزيد للضرائب وموقف المستشفيات والعلاج المجاني والتأمين الصحي وعنده ده بتاع كانسر ما قادر يخوش لانه حضرة جيته ما قادر تحفيز جمارك الموضوع ده يا اخوانا احنا نوعد نحيل له هدي مشاكل ده رحل انا بقول للمواطن ده اصبر اصبر كيف بتسمع مشاكل الناس اللي بيشكوا محتاجين الزول بيكون جرب كل الحلول ما فضل له اي حل في الارض ما في ما في راجت في مستشفى ما عنده حق العلاج دار اعمال غسيل دار اعمال كيلة دار اعمال كبد امراض ذاته كل ابتلاء والناس صابرة ده ده رل له علاج عشان يواصل صموده لكن لانه الجيش ومعه المجرمين اللي قاعدين في المكاتب دين العقلي شوف انتو ممكن بتعمل في اللي بتعملوا في ده بكل دي مغدراتكم صراحة ما عندكم اول حيانا ما بحملكم طاقة كان برهان كان ياسر عطا كان كباشي كان جبريل كان اي ميتين انا ما بحملكم دي قدراتكم في الابداع والتفكير دي كل امكانياتكم صراحة ممكن ما نظلمكم يعني دي امكانياتكم انا ما بطالبكم بكترمي صراحة ما دي امكانياتكم استشيروا ناس اصحابه خاتل لكم بطانس اياه كلها شغال اللي وارك شركات وتهريب وتصدير وكمشينات بتتاجروا في الحرب دي غنيته والله العظيم غنيته من دماء يا اخي الاماراتيين واحد منزل له عرضي بتاع اثنين كيلو دهب المواطنين الاماراتيين كتبوا له دي ملطخة بدماء الشعب السودان ما بنشتريه لكن انتو بتعرفوا تعملوا عشان اوريك انه التفكير بتاعهم كيف كلهم متآمرين احنا دارين افكار يا برهان تجاوزنا النهر نقعد مع بعض كده نتجاوز النهر اتكلمنا في الجسر بتاع جبلولي الجيش قالوا لينا يا اخي الجسر دي احنا عندنا فيه راي ما تتكلموا فيه قلنا خير وعديل وزين الجيش كان ممكن يكون بيحاول يخفف الضغط بتاع الدعامة من حتة يخليني مشوا حتة ويحسيمون يعني دائما انتو مثلا بتخلي منفز للدعامة امرقبئو وتجي في حتة افضل انا اقدر ادعامل معه بينه سلاح مختلف وادعامل معه ما يكون فيه مدنيين يعني مثلا حسنا لو قلت جبلوليا ما بسأله بخليني اطلع الصيدة يا صاحبي بركبهم طيران ايو اتفاهم او صواريخ بعيدة المدى او صواريخ موجهة اخليني اطلعوا له من جبلوليا ومحيط الجبل عشان ما اضرب الجبل ده ارمي السد اغرق الدنيا والعالمين اعيدان اتفاهمه قطعوا الكبري لكن بهناك انت ما قعد تدعامل معهم هنا في خلل يتخليتهم مرقبئ ويبقى في خلل قال لي يا اخي انا مخليه ونطلعوا المواطنين ذاته يلقوا منفز في شهادة حق اول حاجة في مواطن الخرطوم الصامد المستنفر القاعد مع المليشي دي 14 شهر قاعد معهم في ظروف عجزة القوات المسلحة انها تقعد في ظروف زي دي يعني حسي الضباط اللي قاعدين في معسكرات كان مدرعات كان غيره رغم البسالة اللي بيقدموها دي لكن ما بيقدروا يقعدوا مع الدعامي والله ما تقعدوا دقيقتين ما تقعدوا معها طوالي بتعمل عملية زي اصل الغيادة العامة دي بيفتحوا الشارع بيدعنيه ويتصوروا ويجروا الغيادة ما بيقدروا يواجهوا ما بيقدروا يقعدوا معهم لكن في مرأة سودانية بتقعد مع النازل 14 شهر معه بنات تحافظ في زول عنده زول مريض ما بيقدر يتحرك مقعد ما بيخليه بيمشي قاعدوا مع النازل وقاعدين مع النازل دي صمود وبسالة منو لقل ليكم انو مواطن الخرطوم دار له منفزي من رقبه وفي جبل اوليه كلام دا غلط يا جيش اضرب الكبري دا لانو الكبري دا انت شايفو انو الدعم السريع بيعمل بوه فيشنو اضرب الكبري بتاع مدني اضرب الكبري بتاع رفاعة وقت غالبك الفترة الفاتت دي يا ادم هارون تخوش مدني اضرب الكبري لانو طلعوا من مدني بالكبري دا مش نحشروا للناس في سينجا لانو حضرتكونا الخطى والغيادة ما وافقت ميتين ابو ام الغيادة زاد ما تضرب الكبري دا انت على طيار الله ياخد توجيهات بلى توجيهات بلى بتاع رشه الكبري دا وتعلا نزله الطيارة خليه فتح ميتين وصغل اي زول طيرك بطيار اعمل عملية انتحارية زي دي وصغل بقعو نزلها صوره ورسل الفيديو لواحد صاحبك خلي محمد عثمان الحسين يفتح خشمه منولغ لك المواطن في جبرة ولا في جنوب الحزام ولا في المعمورة ولا في الصحافة دا يمرق أصلا عشان انت تعمل لما انفز انت اللي بتجبره يمرق انت دا انت بدحت تجبره تأخير القوات المسلحة بتجبره صبروا على الناس يعني أي مواطن في الخرطوم دي في السودان بيقول لك نحن راجين الجيش الجيشة بيج قلنا على خلاص عديل لو زين الناس بيقدر المصاريف الفيدي بيمشي بشتري لون شوال بتاع سكر شوال السكر جبريل اخدت له 100 جنيه في الدولار الجمركي شوال السكر زاد 12 مليون بسم الله الرحمن الرحيم يعني زيد 5 مليون الحاجة زيد لها 2 مليون معقولة لا لا بزيد طوال التجار ما ما عندون حاجة بما وقت الغنى الغنى غنى والما غنى ما غنى منو لقلك المواطن دار له منفز مرقينته المواطن قاعد حارسك انت يا جيش المواطن قاعد حارس السودان دي المواطن منتظر قوات المسلحة انتشر لانه التعليمات ما جات احنا ما بهمنا تعليمات الجيش انا ما بهمني انه افقد خمسة الف الفين من القوات المسلحة ما بهمني انا ما دار افقد المواطن ده النموذج البصنع امه ده اللي تحمل الظروف انتو في ظل متخيل انه الخرطوم قاطع كهربة سبعة شهور؟ في ظل متخيل انه لا كهربة لا موه سبعة شهور معك اطفالك معك نساك معك مرتك قاعد منتظر بس يدينك رافع السماء اكلوا شراب قاعدين بالتكية وبالحلة بوزعوا في البليلة ده صمود انت قاعدين انت جبريل ومعاول الرئيس حياته الاركان والبرهان دارين المواطن ده ميتين ويطلع انت المنفذ ده ما عاملوا للدعام انت دار تفضل الخرطوم من القاعد ده ذاته قاعد حارسة جنبال زول قاعد في جبرة منتظر نصر الدين في المدرعات قاعدين كده بجاء الليلة الليلة ما جو بكرة جو الليلة ما جو بعد بكرة جو افتحوا الباب يا اخي الدعامة الخرطوم فضت الخرطوم فضت ثلاثة سابيع الفاتة يا ياسر عطى يا ياسر طلع قال لينا يا اخي والله مصر واللي هي الامارات ودولة الشروة عارفين انها دولة الشروة يا ياسر نعم ما سألناك من دي ودولة الشروة والله وشيخة ما يعني عارفين مشيخ الشياطين حضرتك انت مفروض تقطع الكبري ده الخطة اللي وضعتها شنو المحاولة الاولى والتانية الفشلت في شنو جيش الكدره لما نفتح الباب عارفين جيش الكدره فضل ما عارف جيش الكدره مفروض يفتح الباب عشان يمشي يلاقي اللي شارها الموضوع ده حجة انت عارف المعلومة ده اللي ما عارفها يا سيد الكريم احنا دارين وان تو سري قاعدين نضحي باعراض الشعب السوداني ودماء الشعب السوداني وممتلكات وصروات الشعب السوداني لما نجي بليه الدعامي صورة من مخزن محاصيل وغلال في سنجا ايجي ماشي في النص الزول ده ما بتشاف المخزن ده ارتفاعه اكتر من مبنى بتاع عشر طوابق الاف ملايين الاطنان من استلموها خمسة ستة دعامة ما بتخجلوا انتو ما بتخجلوا ايه التجياشي حتاكل وتشرب من وين زاتك كده خلينا من الدعام ده خلينا من المواطن ليه بتفرطوا في الحاجات دي بالسهولة دي ليه ما في استبسال وتلف وتجي راجع تاني الدعم السريح احنا لو جيناوا بيكوا بريبيكا هيعمل الالتفاف ليه انتو ما قاعدين تعملوا الالتفاف ولا تفاف قالتنا ما بتعملوا مالكم ما تعملوا الالتفاف انت زاتك مخليوا ليه انا ده اعرف دوري شرح ليه ليه قاعدين نخليون ليه لماذا قاعدين نخليون لماذا الخطة اللي بتضعوها دي شنو انا ده ارفهم الخطة دي نتيجة جنو هسه اللي بتعملوا فيه انتو التضييق وعدم التغدير في الموقف يعني السياسة اللي بتتبع جبريل دي احنا نرفضه جملة وتفصيلة اذا جبريل هو خطة موازنة بتعتمد على انه الاقتصاد الكلي والاقتصاد المعارف الجمعي والفردي والمدخلات الاسمع لا تدار المعارك باختصاد قارو في جامعة في اليابان الحارب ما بيديروها كده هس الدعم السريع ده بيديرهم اقتصاده باشنو هو ما دولة قال قال مؤسس وقال عنده 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 اولادهم بيجيبوهم من انتشاد والنيجر بيأكلون وين بيعالجوهم كيف بيرحلوهم كيف دي ما دولة قادرين يعملوا الحاجة دي كيف والبرهان جبريل دكتور جبريل ما قادر يعمل له حاجة دي في مدينة زيك كسلة فضل الدعام دي شغالين بيأت اقتصاد حسن قاعدين يأكلوا خدر وبيأكلوا سمك وبيأكلوا فراخ وبيأكلوا سجوك وعندهم كهرباء وجنانيترات ووغود بتحركوا بيو ووغود بتحركوا بيو بفتحوا بيو الكهرباء ده الجنانيت وعندهم نت وعندهم اي حاجة قادرين يديروا الموضوع ده كيف اجيبريل اقتصادنا لكل شغالين باشنو في اقتصاد شعبوي شعبي الاقتصاد الشعبي ده انت جبريل مفروض تغير سياستك ونظريتك دي تنزل بيو الميدان اس دي البنات دي لفي ام درمان اللي بيعملوا التكايا دي ل بيقدروا يديروا الموقف ده كيف بأكلوا عشرة الف بأكلوهم مرتين في الاسبوع بيجيبوا الحاجة كيف بيشتروها كيف بيديروها كيف بيصرفوها كيف بيقسموها كيف بينظموها كيف دي انت كدولة ما قادر تعملها كيف انا دا ارفهم انا دا ارفهم انا حسة دي لو جيت للاقتصاد بتاع صرفها انت حتعمل شنها صرفها كل المشاكل اللي انتو شايفينها دي انا ما شايفها ولا شغال بها ولا قاعد اتكلم فيها طيب بتعمل في شنو؟ انا بشوف في الحل الاساسي اللي هو شنو؟ انو احنا ننتصر على الدعم السريع كل المشاكل دي حتتحل اوتوماتيك واحد واحد تمام حننتصر على الدعم السريع كيف ادوات الانتصار انو انا والله ياخد دعامي ده اأمن وهاجم حتين دي ما دارين درس عصور ولا دارين اركان ولا دارين حيط صح؟ احنا هسي ممكن نحل الاشكالية دي كلها بدل انا ارفع الضرائب ووصل الدولار اثنين الف ونص وثلاثة الف والريال حسع ماشي على مليون بالمناسبة السياسات واللي جراءاتها اللي بتتخيزها الدولة كانت زمان لما احصل تضخم او زيادة في سعر الدولار مش بيفكوا ناس الامن وبيفكوا بشوفوا الدولار الزيادة الزيادة بتاعت الدولار الخمسمية الاخيرة دي وهمية ما فيها سبب ما في اي حاجة تغيرت ما فيه مبرر تجار في السوق زادوها السياسات اللي اتخذتها الدولة اتخذها مدير جهاز الامن والمخابرات كانت شنو والله طبعا هو صرفه مشغول ياخ عنده قواته بتقاتل ونائبه ذاته بيقاتل انا ماله وماله ياخ في حاجة بتعتمد على الاقتصاد في حاجة بتعتمد عليها الشعب السوداني اكل وشرب فهي دي من جزء صميم من عمله ما قادر على الملفات الكتير احنا ما جابرين زول ولا انتخبنا زول ولا فوضنا زول ما دار يشتغل اخواننا وما بقدر وما عنده مقدرة اللي مش بيت ابوه احنا ما عندنا له حاجة مدير جهاز الامن المخابرات جزء من شغله الوضع الاقتصادي في الدولة عمل لهش هنا جراءت ما في حاجة تعملت كل الناس بيجيوا المكاتب وقعدين يدينهم مكتفة افكار ما في بداع ما في حلول ما في كل اللي بيعملوه يجيفو لك في الارتكازات قبضوا لين 3 عارق اتنين هناي وكلكم بيترشو وحيا طلجت هس لي واحد عمل تغرير بتاع الخمسة شاحنات الفيها تصريح وتصديق طالع من الدعم السريع ومرقت مين نضعين جاءت داخلها لحد نهر النيل قبضوا المستنفرين منا واحدة وخمسة اربعة منا نختفوا فيوها واحدة فيها تصديق بتاع سبعين جاركانة حقة بنزين الواحدة تجالون الجاركان اللي بتشليها خمسة وعشرين جالون ولا خمسين جالون دي دي شالة سبعين خشة تحسي نهر النيل جابوا وقودهم قطعوا بكل الارتكازات تخيل ان التصديق بتاع الارتكاز بيطلع تصديق السواجل بتاع الارتكاز مصدق مطالع من وين طالع من المكتب بتاع الدعم السريع يعني حتى جراية ما بتعرفوا تجروا مخطوم من الدعم السريع ما بتخجلوا انتو ما بتخجلوا حتى بعد ما تجيب في الارتكاز ده برضو انجازاتكم كلهم قاعدين منتظرين حاجة واحدة تحصل في نهر النيل انه نهر النيل حتسقط ليه حتسقط لانه الوالي ما متعاون مع المستنفرين ولانه غايد الحامي طابور ولانه البرهان ما شغال به قاعدين بس منتظرين الحاجة الكعبة تحصل اخوانا طيما نتحرك لنجد حلول تعالوا نتحرك لن يوقف الحاجة اول حاجة كلامنا هنا للمقاتل والمحارب محجوب حسين سعد اسحب استغالتك دي وقاتل في معركتك دي ومعركتك انتا والحاجة اللي فيه مصلحة المواطن بيرض الوالي وغصبا عن البرهانت التامة طلعاها في الإعلام احنا قاعدين نسويه في شنو طلعاها في الإعلام احنا ما جاشكم احنا ما سنتكم الكلام بتاع الوالي فيه ضرر للولاية احنا فيه ضرر للمواطن ما حيمشي لو كان الوالي هو ذاته كان جمال الوالي ذاته برضو كلامه ما حيمشي لكن في اول اختبار كله يتساقطوا كل واحد يشوف له الركن يجري فيه يقول ليه كان احنا انصحبنا من الحياة العامة الدولة ما دارت تسمح كلامنا وهس احنا قاعدين في ذلبي شاورني انا حسي هس البرهانت قاعد يشاورني العامل الخاص ده قاعد يشاورني مستنفرين قاعدين يشاورني ما بطلع بقول الصح رضيت غصبا عنك في موقع مسؤولية هتسوي الصح ما هو هخليك ما عندي معك حاجة شخصية ولا دار اعرف فيه كونزول اصلا ذاته خلق كون دي ما دار اشوفه بينه وبينك العامل العام والعمل الخاص عملت الحاجة صاح مرحب ما عملتها تشات من حتة دك دي بيزفة لما انت اامن ليه يوم الدين تقعد زفة كده ليه يوم الدين تذكرك اذكرك بقى الناس يا ناس القدار فيتو مهددين الحياة طبيعية جدا الطالع نازل بكرا الصباح يجونا الدعام انا بقعد فيه شوفوا لي بص صرف قلين شوفوا لي بتاع دارين المركز اللي جوه خلوا بتاع ولا يتكسل يطرد لين الناس والاولادنا نودين وين يا حبيبنا موضوع ده بسيط خمسة ستة نفر حس احنا بنمسك ارتكاس في الحلة احنا لما نعمل المظاهر دي وكل ما تدعو لقوا الدعامة بيرغبوا فيكن اكتر هس الدعامة بسمعوا في الكلام ده بيشوفوا في الردفعلكم كل بكرا الصباح ما عملتوا الردفع ما وقفتوا الحياة اللي بتعملوا فيها ما قفلتوا مكاتبكن دي ما شلتوا كلاشاتكن نزلتوا وحيات الله حيجي الدعامة دي حشير لكم واحد واحد بنبقى بعدين في اختصابات وانتخابات وما عارف اختطافات يا اخوي حصلت لينا كلنا هم مدينة والتاني بيسقطوا ما في زل حيوقف عجلة وتيرس الدعمة سريع الا انتو الموضوع دي مكتوب كده ما في حري ما في طريقة الزوق المعركة دي هي كورة كورة دافوري لعبين فيها الناس والشرطة والمصورين والجمهور وكلنا في استاد واحد كلنا هنلعب الكورة دي ما في حيسما الحداشر نفر يلعبه واحنا نتفرج لا 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 absolutely absolutely كدكوت عنده حكمة قاله انا بكرة حشاهد الى لكم بزال صاحبه خلاص دا قد بيه كدكوت حبوبته قالت ليه ات الدور عليك تنجتل هو كان مفتكر انه في التار الدور عليه هو اللي اقتل فكدكوت جاية داخل اللي حبوبته منتشي صدمته قالت ليه انت احنا غرر انه نقدمك للفخايدة اللي هم الدعام الفخايدة ناس محمد الفكيه اسمهم كده في الفيلم جبيلة الفخايدة كويس فقالت له احنا هنقدمك لهم فالمهم جام هرب وقعد له في كورنه كده عنده صاحبه بعدين اغنه وهو كان الروك بتاعه قال له يا اخي افصح افضل اقعد في البيت واموت ولا اطلع بره وانجتل والله سؤال في وحكمة وهو يعني اتخذ غراره وطلع جماعة اعملوا لك نار ما فيهم حاجة قال له انا اقعد في البيت واموت ولا اطلع بره الشارع وانجتل فانا بسمع في المقطع ده كتير الود ده هي دراكولا نزل المقطع ده ها اقبل عندك النتل بشغلك الفيلم تختار الحتة ود يا دراكول ود وحيد يا مرتب يا عملينا احضر الفيلم فتح يا الحتة دي احنا نبعد في البيت ونموت ولا نطلع بره وننقتل افضل شنو اجابتكم شنويتو هو طبعا خدت اجابة ثالثة لكن ده سؤال معضلة يعني 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 اه اه داير زول يجاوب ليه احنا نقعد في القدار في البيت نموت ولا نطلع عليهم بره وننقتل افضل شنو افضل شنو هم فكرتو اه بنزه للبنات الجامر قال ليها يا صرفة اه جماد البربوك واللهي قال الرججل والنسون كله انت قد علي واه يا صرفة جامر حبيبنا اه عم عليننا مزدار عليك الله وين فارس هالمزدار قدتو لك سويه ولا الشباب دلو هنا فارس الجامر ها رايك شنو كده نزل ان نسوه من اول حاجة قبل الرججل تقعد في البيت وتموتي ولا تطلع بره وتتكتلي افضل هم فهو غرر انه يطلع بره يواجه وسبحان الله مرج من الرصاص حقهم وعاش والحد ده سيعيش كده يا رأس الجدارف موضوع ده بسيط موضوع انك انت مطنش وماشي في الشارع تيجي تقول ليه والله ما في ارتكازات ارتكازات دي بتجوم على اكتاف ابناء الجدارف انت اللي ارتكاز الماشي ده احنا ماشيين نحضر كورة والله ما لقان ارتكاز في الشارع ما لقاك لانكم قاعدين تحضروا في الكورة خليتوا ثغرة بكرة الصباح نتيجتها حتكون عربيتك حتشل مرتك حتشل وامك زادة حتشل تمام؟ قروشك حتشل حتجي في النهاية تقعد تحت شجرة للدولة موفرة لك ملجأ وبعد ما يودوك مدرسة حيطردوك شرة طردة والله يدعملوا معاك تماما كما الحاجة الماكويسة يتمشي مدرسة يكشوك تمشي مدرسة ولا سبب تافي لا يسوى انه والله واحد داير علم ولده يطلع واحد تاني ومرته من الفصل يدعوك في الشارع واحيات الله لما انت فهم حاجة دي الحياة المتاحة قدامنا حسي دي الحياة المتاحة قدامنا لانه احنا العادو حقنا جوانا لاحظتوا حسي اللي سبعده كله انا ما بتكلم عن الدعم السريع والحرية التغير بتكلم عن الخلل الاداري بتكلم عن الخلل في قيادة الجيش بتكلم عن التأخير والاستراتيجية التأخير تمن وشنو يعني انتم ما مشات حاصرتهم في سنجا كانوا قضعين زخيرة وكانوا قضعين سلاح وكانوا قضعين اكل وشرب وكانوا قضعين قروش المستنفرين حقنا الدعم السريع لقطوا القروش من سنجا بجيبوا لزول قاعد في الواطفة في شوالات كده خدت الزرجة دي الزرجة دي خدت منها روزم ممكن تكون تريليون جنيه تريليون جنيه لو قلت له اكتبوا فيه بل ارغام ما بيقدر اكتب شاءلوها بعد ذاك ضبطوا امورهم حيمشوا للمدينة التانية ما ما حيجي في الموضوع ما تعود ويقول ان انت هتفتح فيجي ضابط حيجي خاين حيفتح للشارع موضوع ده مش هكين احنا حصرناها نجاب ضحفنا البخشبات دعم السريع واستولباء على بلدنا حصرنا دارينا عالجة نجيف مع الزول الكويس والزول الكعب نكشفه ونفضحه ونزحه من موقعه عين الكارثة دي كلام ده للبرهان شوفها برهان الكارثة دي الله يصرفها دي شفت خلاص لا اخوان انا شفت صاحب صاحب صحب صاحب صاحب صحب هذا بالله اخترت طيب عنر كاري سدي عبدالماجد عبدالحميد الصحفي قال لا اعرف من اي مكان يدير والي ولاية سنر ولايته الجريحة قبل ايام هاتفت مستشار والي سنر عمكان تواجد المكان تواجد الوالي الأخ ياسر الشوكة حوت أخبرني أن الوالي في مكان آمي بولاة سننار لكن مصادر متطابقة تفيد بأن الوالي توفيق خارج حدود ولاة سننار والسننار عرد يا برهان وعمل لجنة لإدارة شؤون الولاة سننار طلع فيها مرسوم المرسوم مكتوب تشكيل لجنة تشكيل لجنة من المذكورين السيدة الضابط الإداري مزميل عبدالصادق فرج الله بشارة رئيسا الوالي عمل لجنة لإدارة شؤون الولاية وما كتفها اسمه أداها لضابط إداري ديره إحنا قلنا القائد حقنا الوالي هو اللي بحدد لينا منه المواطن بعدين يبقى جياشي ولا يبقى دعامي فوالي في سننار حسي يا برهان عرد تفتكر أنه في سننار حتصمد أنا بسألة فمواطن سننار بكرة الصباح تمشو الحامية تمشو للربيع ده تقول لو خوش جبل مويع ما في حاجة حتأمن ولاية سننار إلا دخولكم جبل مويع بس الغايد بتاع غايد الدعم السريع المات في في مدنة دي يسمونه شنينة آه خراز يسمي شنينه ويس أمر لان بوعد اشتركوا في القناة